مع تولي سلطان عمان الجديد هيثم بن سعيد حكم السلطنة انهالت الشائعات عليه وحاول كل طرف أزج باسمه في خلافات إقليمية لا علاقة له بها من بينها رفضه استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخبر الذي فندناه وأثبتنا كذبه في حلقة ماضية أم هذا الأسبوع فقد تعرض سلطان الجديد لفبركات مختلفة حساب يستخدم صورة فتاة محجبة متداولة منذ عام 2017 بكثافة على منصات تواصل الاجتماعي ويحمل اسم مها حمود نشر صورة هيثم بن طارق ومعها خبر يقول بتوجهات من هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان استدعت سلطنة عمان سفيرها في الدوحاء اليوم ودعت قطر إلى الكف عن نشاطاتها المزعزة على الاستقرار والأمن تأتي الخطوة لتعكس التضامن مع المملكة العربية السعودية التي قطعت العلاقات مع قطر منتصف عام 2017 إضافة إلى الإمارات كما يقول نص التغريدة التغريدة جمعت أكثر من ألفي إعادة تغريد وأكثر من ثلاثة آلاف إعجاب عشرات الحسابات الأخرى تداولت الخبر الهام على منصة تويتر وسط تشكيك من بعض المستخدمين وإشادة من آخرين احتفوا بانضمام السلطنة إلى محور الحصار لكن الخبر لم يكن انتشاره مقتصرا على منصة تويتر فصفحة صفحة عظيمة مصر التي تلاحقنا في حلقة اليوم لم تترك فرصة مثل هذه تمر دون أن تشارك فيها الصفحة نسخت الخبر بالحرف والكلمة وأرفقت به صورة بن طارق وشاركه عشرات مستخدمي مواقع التواصل منها وكالعادة المنشور تداولته صفحات كثيرة مثل صفحة أم الدنيا والمارد المصري وغيرها ولقي الخبر تفاعلا كبيرا كالعادة أيضا الخبر غير الصحيح لم يصدر عن أي مسؤول أو مؤسسة عمانية والقصة بأكملها مفبركة مئة بالمئة وقد أثارت المزاعم حفيظة العديد من المغردين العمانيين واتهموا الإمارات بالوقوف وراءها ومحاولة زرع الفتنة والتآمر بين قطر والسلطنة وعلى السلطان بن سعيد